السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسيم من قناة مبدع في فيديو جديد منذ أيام أعلنت شركة HTC في مؤتمرها المراقض بطايوان عن سلسلة جديدة من الهواتف تحت شعار يو واليوم سنتحدث عن هاتفها من الفئة العليا HTC U Ultra فتابع معا ويأتي الهاتف بشاشتين الشاشة الرئيسية بحجم 5.7H وبالدقة Quad HD وبالنوع Super LCD وتمتلكه من مساحة 69% من مساحة الكلي للهاتف والشاشة الثانوية وهي على شكل مستطيع بحجم 2.05H مثل الهواتف LG ومن خلالها يمكن إضافة اختصارات وعمل المهام السريعة وستكون الشاشة محمية بجوريلا جلاس 5 في النسخة 64 جيجا بايت من الذاكرة التخزين أما في النسخة 124 جيجا بايت ستكون محمية بطبقة من سافير كريستال جلاس أي زجاج من الياقوت والهاتف بمستشعر بصمة مدمج بالزر الرئيسي ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل وبميزة التصوير البانورامي وتصوير فيديو بدقة Full HD وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 1.8 وميزة التثبيت البصري OIS وتقلية Ultra Pixel وهي ميزة امتصاص كبير للذوق مما سيعطي جودة صورة عالية وتفاصيل دقيقة والتركيز بتلقائي بالبال لازر وبالناحية الأداء يعمل هاتف بـ كما أن الهاتف يأتي بمعالج سناب دراجون 821 ورباع النواة بسرعة تصل لـ 215 جيجاهرتز ومعالج رسوميات Adreno 530 ويأتي الهاتف ببطارية بـ ساعة 3000 ميلي أمبير وهذه النقطة لم تحجبني في الهاتف لأنه مقارنة بالهواتف الأخرى في ساعة فاسعة البطارية المخفص والبطارية غير قبل الإزالة كما أنها تدعم خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0 وبالنقاط السلبية الأخرى هو تصميم الهاتف فهو يشبهه تصميم هواتف سابسونج والنقطة الأخرى هي إلغائها لمنفذ السماعات الأظم مثل الآيفون 7 ويتوفر الهاتف باللولة الأسود والوردي والأبيض والثالجي والأزرق اليقوتي وبسعر بحدود 700 دولار والسعر يعتبر مرتفع أمام مواصفة الهاتف وسيتوفر الهاتف بالأسواق العالمية في شهر مارس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة